سعر عملة ميميفي وأيضا بعد حوالي أربع ساعات رح يظهر معنا التخصيص الخاص بنا من ايردروب عملة ميميفي ورح تظهر العملات الخاصة بنا ولكل شخص كم حصل من عملة إن شاء الله في هذا الفيديو سوف نتعرف على سعر عملة ميميفي وأيضا تخصيص هذه العملة إن شاء الله فلسوا متابعة قناتنا على التليجرام لأننا نقوم بنشر فيها جميع الأخبار متعلقة بالبوتات وأيضا إن شاء الله اليوم يوجد مسابقة على البوت فلا تسوء الانضمام إلى أو يوجد مسابقة على قناتنا في التليجرام فلا تسوء الانضمام والتفاعل معنا سواء على اليوتيوب أو على التليجرام ورح يكون هناك مسابقة أكثر بإذن الله إذن نعود إلى حلقة اليوم فلو دخلنا إلى بوت ميميفي رح نجد أنه كل الحساب تم تصفيره هذا يعني لا يعني أنه لست مؤهل أو كذا وكذا لا بل كل الحسابات تم تصفيرها تم إرجاعها إلى المستوى الأول إذا كنت يعني إذا أردت يعني أن ترى نفسك هل تم حضر حسابك أم لا رح تذهب إلى خانة الـ AirDrop رح تجد هنا في الأعلى AirDrop باللون الأخضر وعليها علامة صح باللون الأخضر هنا أنت مؤهل ولم يتم حضر الحساب الخاص بك الأشخاص الذين تم حضر حسابات خاص بهم رح تجد هنا باند باللون الأحمر وأيضا علامة X باللون الأحمر يعني أنه لن تحصل على عملتك وتم حضر الحساب الخاص بك يعني هنا البوت الخاص بيم كان فيه أكثر من 30 مليون مستخدم يعني تبقى فقط 17 مليون مستخدم يعني لاحظوا كم تم حضر من شخص يعني 13 مليون غشاش كاملا تم حضره هنا في الأسفل يعني رح تجد هنا المهام التي قمت بها سواء المهام دفع الطون أو النجوم وأيضا يعني المتطلبات التي قمت بإتمامها شخصيا أتمامت 6 على 6 إذن الآن رح نذهب إلى سعر العملة على الـ Pre-Market على منصة بيتغيت سعر العملة حاليا هو 0.012 دولار إذن هذا هو سعر وفي الغالب الأحيان يكون سعر هذا العملة هنا هو يعني سعر الإطلاق أو يعني يكون في هذا الحدو سواء بالنقص أو بالزائد إذن لو قمنا بعملية بسيطة 0.012 هكذا مثلا لو حصلت على ألف عملة لاحظوا مثلا ألف عملة رح تحصل على إثنى عشر دولار مثلا لو حصلت عشرة ألف نقطة رح تحصل على مئة وعشرون دولار يعني ألف عملة تقريبا لا يسوي شيء مقارنة مع الطون التي دفعناها والنجوم فبالتالي نقوم مثلا بوضع خمسة ألف عملة ستين دولار يعني ستون دولار نقول أنها رقم جيد بالنسبة للأشخاص فقط الذين دفعوا الشورو ليس الذين دفعوا أكثر من هذا فأكيد كل شخص دفع أكثر رح يتحصل على عدد عملات أكثر فنتمنى إن شاء الله الاستفادة من هذا البوت لأنه صراحة يعني طال الزمن على هذا البوت وننتظر إلى غاية أن ينتهي الوقت حتى نعرف ما هو التخصيص الخاص بنا ورح نقوم بوضع لكم فيديو جديد إن شاء الله إلى اللقاء